أشكر حكومتنا ودولتنا الرشيدة والله يعز أمننا وبلادنا ويديمها يا رب وأشكر وزاعة الصحة اللي إلين دحين هي قاعدة تمد يد العون لبنتي تواصل معي مدينة الأمير سلطان بل عبد العزيز اللي تنويم ميس عشانها فكت الجبس سوت عملية من شهرين تقريبا عملية تطويلة وتار في القدم وفكت الجبس من ثلاثة أسابيع فطلبونا لي التنويم عشان التأهيل فقالوا ما في طيران حتيجوا بالسيارة طبعا إحنا شلنا هم الطريق لأنه من المدينة للرياض مر مسافة فقالوا خلينا أجرب أتصل على وزاعة الصحة بنفسي وأجرب وأسأل إذا في طيران أو لا فسألتهم طلبوا مني رفاق تقارير خاصة بميس وعشان يشوفوا حالتها الصحية يعني تسمح إنها تكون طيران أو لا الحمد لله كان فيه تجاوب مرة حلو كان فيه تجاوب سريع صراحة يعني ما بين وزاعة الصحة في المدينة ووزاعة الصحة في الرياض تجاوبوا معنا كانوا طول الوقت يدقوا علي أنا وأبوها إلين الحمد لله يعني يحددوا معنا موعد للطيران وأخذونا في اليوم اللي بعده المشاعر أول مرة متلخبطة العفش كان في السيارة على أساس إنه إحنا راحين سيارة رشان طلعنا العفش قسمنا فشنط ورتبنا يعني يمكن ديك الليلة ما نمنا أنا وزوجي صراحة ما نمنا يعني مستغربين كل شوي نشكر الله نقول الحمد لله أنا صراحة ما أتخيلت يعني حسبتها حتى طيارة عادية يعني نفس الطيارات العادية أتوقعتها شي مرة جدا عادي بس يلا نوصلكم وخلاص يعني ما أتخيلتها ما شاء الله الطيارة مرة كانوا مهتمين في ميس يعني كانوا فيه ممرضات مع ميس كنت دعم بنتي من ناحية أحاول أصور يومياتها أحاول أصور يومياتها ما بين المستشفيات أفيد الناس بالمستشفيات إنه يعني تعالوا هنا في مدية الأمير سلطان تعالوا هنا المستشفى الفلانية قصة التغريدة في البداية يعني هو أخوي كان زياد نزلها في تويتر نشكر فيها يعني الوزارة ونشكر فيها يعني حكومة وبلدنا يعني صراحة شي نشكر عليه ما قصروا معانا الله يعطيهم العافية وشي ما كان متوقع يعني يعني كل ما أحد قلنا له كذا قالوا لا عندكم واسطة إنكم كيف كذا رحتوا يعني كيف أخذوكم فسبحان الله نزل التغريدة إنه كذا شكر فيعني داولت هالناس وبدأت تعيد التغريدة وكذا يعني لن انتشرت يعني ما تخيلنا كيف انتشرت